بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسطة العلاقات المترية بيام 2011 إذن لننطلق على بركة الله قال ABC مثلث قائم الزاوية في النقطة A لاحظوا جيدا وماذا وعندنا الارتفاع المتعلق بالوتر بي سي ها هو أمامكم الشكل أبنائي انظروا إليه ها هو المثلث قائم في النقطة ها هو قائم في هذا الموضع وماذا وضع المتعلق بالوتر متعلق بالوتر لهذا هو الارتفاع يعني يشكل هنا ماذا يشكل لنا هنا الزاوية قائمة هذا هو الارتفاع قال بين أن A بمربع لاحظوا A B مربع هذا سوف أريكم هذا مربع عفوا سوف نستعمل A B مربع يساوي ماذا يساوينا B B H في ماذا في B C هكذا نريد أن نبرهن هذه العلاقة لكن أراد أن يساعدنا قال يمكنك الاعتماد على كوس الرأس الزاوية A B C أول شيء نقول البرهان البرهان الكوس كوس كوس زاوية B هذا إذا نقول كوس كوس الزاوية ما هي A B C هذا يساوينا ماذا يساوينا المجاور على ماذا على الوطرة ما هو المجاور لهذه الزاوية أكيد هو هذا الطول على الوطرة ها هو الوطر يا أبنائي نحن في المثلث الكبير إذن تصبح كوس A B C الزاوية هنا A B A C B B B C تساوينا ماذا تساوينا A B على ماذا يا أبنائي ركزوا A B على ماذا على B C هنا نقول في المثلث A B C هذا المثلث الأول نأتي الآن إلى المثلث الآخر ما هو المثلث الآخر يا أبنائي المثلث هذا الصغير هذا نتركه ونأتي إلى المثلث كذلك صغير ونعود إلى الزاوية بكذلك هنا لكن عندنا كذلك كوس الزاوية B A B H إذن هنا B A B H ذات الرأس الB تساوي لنا ماذا تساوي لنا المجاور ها هو المجاور لأنه أصبح قائم في هذا المكان المجاور لهو B H على ماذا على الوطر الذي هو أصبح هذا يا أبنائي لأن المثلث هنا أصبح مثلث آخر على ماذا على A B أو B أو B A هنا نقول في المثلث في المثلث A B H يعني المثلث هذا الصغير هذا الذي تحدث عليه بعدما نزعل لكن هنا ركز هذه كوس زاوية B وهذه كوس زاوية B يعني كوس يساوي نفس الكوس إذن ماذا ينتج ينتج أن هذا يصبح يساوي هذا لماذا لأن هذه القيمة تساوي هذه القيمة إذن ماذا نقول ومنه تصبح لنا العلاقة A B على ماذا على B C تساوي لنا ماذا تساوي لنا أركز هكذا نقطة نقطة حتى تتعلم يا ابنائي تساوي لنا B H على ماذا ابنائي على A B لم أفعل شيء قمت بوضع المساواة هذه تساوي هذه لأن هذه القيمة نفسها لكوس زوية B الآن هنا نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين هذا هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا تصبح لنا AB في ماذا في AB يساوي لنا ماذا يساوي لنا BH في ماذا في B C الAB في الAB ما هو هو AB مربع عيد قلت AB مربع يساوي لنا BH في ماذا ابنائي في B C وأظن هو المطلوب 100% لاحظتم ها هو أمامكم يا أبنائي المطلوب الذي طلب منا أن نبرهنه تابعوا جيدا سوف أريكم هذه العمل تابعوا ليس هو المطلوب يا أبنائي انظروا جيدا هذا هو هو نفسه هذا AB مربع يساوي BH في ماذا في B C بهذه البساطة المطلقة استعملنا قواعد المثلثية وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد أعجبكم الشرح ولا تنسونا بالدعاء الأن بالصحة والعافية وزوروا صفحة لي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى ترجمة نانسي قنقر شكرا